ما زلنا نتأمل ونتدبر في أسماء الله الحسنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق الله العظيم الحليم من أسماء الله الحسنة وورد في القرآن 12 مرة نشر مرة وورد في القرآن ما معنى هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد معنى كلمة حليم مأخوزة من الحلم هو طبعا يعني ذو الصفح أو مع الأناه الصفح مع الأناه وأيضا الذي لا يستفزه غضب غاضب ولا يعني معصية عاصن فيامير إلى هذه الأمور الصفح الأناه يعني يصفح ثم يتأنى يعني يصبر الأناه هو معنى الحليم يعني الذي لا تسرع في العقوبة يصبر لا تسرع في العقوبة وإنما يتأنى ويعني ده بشكل عام بالنسبة إليه سبحانه وتعالى هو فعلاً أنه الحليم يعني الذي لا يعجل بعقوبة العباد تأتي هنا مرة أخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دم إذن وصابر عليهم وحليم حتى نقول حليم وكريم وألا ده في الحديث الشريف دائماً لا إله إلا الله الحليم والحكيم كان يعني إذا حل به كرب كان يدعو بهذا الدعاء وهو من بهذا المعنى اسمه من أسماء الله التسعة والتسين اللي هو يعني بمعنى لا نقول بمعنى الصبور وده إن شاء الله سنفرق بين الحليم والصبور وإن كان الحلم يستلزم الصبر يستلزم طبعاً يستلزم الصبر لكنه ليس معناه هو الصور بينهما فروق إن شاء الله نتضرق إليها مستقبلاً طيب على ذكر الفروق يا مولانا ما الفارق بين الحلم والحلم الحلم بكسر الحق والحلم بضمج نعم وهذا يعني كثير ما يشتبه على الناس فعندنا حلم وعندنا حلم حلم ده هو الفضيلة من أو يعني الصفة من الصفات من الفضائل يعني المطلوبة للإنسان أن يكون حليماً حليماً جاي من حلم لكن حلم ده بمعنى الرؤية في المنام فأيضاً الاختلاف يكون في أصل الفعل ثم في المصدر ثم ما شتق منه فمثلاً أصل الفعل بالنسبة للحلم اللي هو فضيلة هو حلمة ما نقول شي حلمة بالنسبة للفضيلة نقول حلمة الرجل حلمة حلمة حليماً حليماً للإنسان الحليم نقول عليه حليم بمعنى إنه من أمن العقاب أساء الأدب فزي نفهم هذه المفارقة؟ لا هذا يعني الأمثال هي أمثال للناس وليست لله سبحانه وتعالى فمن أمن للعقاب أساء الأدب في النسبة للبشر طبعاً وعقاب الله لا يؤمن يعني لا يمكن أن شخص عبد بن عماد مؤمن يفكر في أنه سيفلت يوم ما من الأيام إما من العقابه ومن السواب فالعقاب والسواب لا يمكن الشك فيه مع أبداً حتى يقال هذا ثالثاً أنه المسيئين كما قلنا مثل المحسنين ببعض الصفات مثل اللطف مثلاً فاللطف كما يشمل يعني المؤمنين والصالحين يشمل الكفار والفسقة والعصاء أيضاً الحلم يعني وإن كان الحلم يختص به الصبر على العصاء وعلى المسلمين وعلى الكفر فلكن يعني يجب أن نفرق فرق دقيق لكن سهل إدراكه يعني هو الحلم إسقاط العقوبة إسقاط العقوبة فالله سبحانه وتعالى يعني صبر على الكفار وعلى الخارجين على حدوده في الدنيا وأسقط عنهم العقوبة لأنه أخر العقوبة إلى يوم القيامة فالفترة دي فترة إسقاط العقوبة في الدنيا هو حليم لأن الحليم إسقاط العقوبة لكن حين ينزل بهم أو ببعضهم العقوبة في الدار الآخرة يكون صبورا لأنه أخر العقاب ففي فرق بين تأخير العقاب وبين إسقاط العقاب تأخير العقوبة أو إسقاط العقوبة فالحلم الحلم يتعلق بإسقاط العقوبة وليس بالتأخير لأن التأخير ليه اسم تاني اللي هو هنتكلم عنه اسمه الصبور الصبور هو الذي يؤجل العقوبة فهذا معناها أنه معاملة الله سبحانه وتعالى للخارجين على الحدود سواء كان كفرا أو معصية أو كذا أو حتى ظلما يعني هذا يسمى حلم لأن العقوبة مؤخرة إذا نظرنا إليها حين يعني تقع العقوبة بالفعل فإن ربنا سميه الآن صبور